معنا مشاهدين عبر الأقمار الصناعية من درعة مراسل أخبار الآن في درعة وريفها محمد الحراني محمد أهلا بك معنا إذن تطورات المعارك في درعة ما حجم الخسائر البشرية والأمنية هناك نعم هناك كما ذكرت أن طائرات قوات النظام اليوم شنت عدة غارات حربية على مواقع متفرقة في محافظة درعة والأسيما مدينة داعل بلدة مزاريب وأم المياذين أيضا وبلدة اليادود وأحياء درعة البلد حيث سقطت عدة صواريخ فراغية من قبل هذه الطائرات على هذه الأحياء أدى إلى وقوع عشرات الجرحى في بلدة مزاريب وأيضا مقتل طفلين في البلدة بالإضافة قبل قليل تم قصف مدينة داعل بصواريخ الراجمات لقرادة أيضا والمنفعية الهاون والمنفعية الثقيلة تأتي هذه العملية بالتزامن مع استقطاب نظام تعزيزات عسكرية من ميليشيات إيرانية إلى محافظة درعة جديدة عبر الاسترادة الدولي دمشق درعة الجدير بالذكر أن اليوم قوات النظام استهدفت معبر نصيب الحدودية أيضا بعدد من الغارات الجوية سقط بعض هذه الصواريخ داخل الأراضي الأردنية في منطقة جابر وهي منطقة حدودية ذكرت مصادر محلية أن هذه الصواريخ لم تقع خسائر بشرية داخل الأراضي الأردنية ولكن هناك خسائر مادية بالنسبة في داخل الأردن بالإضافة إلى استهداف المعبر للمرة الثالثة من قبل طائرات الأسد بالصواريخ الفراغية بالإضافة أيضا هناك عمل اشتباكات متقطع دارت في منطقة مخيم درعة بين قوات المعارضة وقوات النظام تمكنت قوات المعارضة المنظوية تحت غرفة عمليات البنيان المرصوص من تدمير تريكس مجنزر كان يقوم بعمليات التدشيم داخل هذا المخيم لتعزيز نقاطه على جبهة مخيم درعة وما تزال اشتباكات مستمرة حتى هذه اللحظة من جهة مخيم درعة أيضا ومن جهة بلدة انعيمة حيث قالت غرفة عمليات رص الصفوف لنا أن هناك تجهزات عسكرية لصد أي تقدم لقوات النظام الذي يسعى إليها في هذه الأيام بالإضافة أن قوات المعارضة قالت لنا أيضا أن النظام يستقطع بتعزيزات عسكرية متمثلة بميليشيات إيرانية بميليشيات حزب الله لبناني بلواء فاطميون هناك أيضا من ميليشيات لواء القدس هذه الميليشيات أصبحت كلها متواجدة في محافظة درعة والأسينة مركز درعة المدينة أيضا قالت قوات المعارضة أنها ستستهدف هذه التجمعات قامت مدفعية الجيش الحر اليوم في درعة باستهداف مواقع النظام في مدينة إزرع هذه المدينة تعتبر مركز انطلاق عسكري هام لقوات النظام شرقي درعة شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات حدثنا عبر الأقمار الصناعية من درعة مراسل أخبار الآن في درعة وريفها محمد الحراني ترجمة نانسي قنقر